من بين 26 مرشحاً لانتخابات الرئاسية التونسية يقترب خمسة منهم حصد أعلى الأصوات وفق ما أفادت المعطيات الميدانية للحملات الدعائية للمرشحين نبيل القروي وعبد الفتح مورو وقيس سعيد ويوسف الشاهد وعبد الكريم الزبيدي هم الأقرب للفوز بأكثر أصوات التونسيين وفق ما أوردته وكالة الأناضول للأنباء في تقرير لها ولعل نبيل القروي رجل الأعمال والإعلام يتصدر قائمة المرشحين للفوز في الانتخابات الرئاسية وفق ما يذهب إليه تقرير الأناضول إذ أن القروي القابعة في السجن بتهم تتعلق بالفساد كان له دور كبير في اتخابات 2014 أسهم في وصول الرئيس الراحل الباجي جايد السبسي إلى سدة الحكم في البلاد كما أن له باعاً في برامج مكافحة الفقر في تونس ومن ثم فهو يطمح إلى الوصول إلى المقعد الذي أوصل إليه السبسي من قبل أما قيس سعيد فقد حظي بجاذبية لافتة لدى كثير من الناخبين بسبب حديثه عن استرداد الأموال من الفاسدين ووضعها في حساب الجهات المحرومة على الرغم من قلة ظهوره في وسائل الإعلام التونسية عبد الفتاح مورو هو الآخر مرشح لنيل أعلى الأصوات استناداً إلى أكبر خزان انتخابي ممثلاً في حركة النهضة وأنصارها في تونس بينما يحظى عبد الكريم الزبيدي بدعم كل من حزب نداء تونس لقيادة حافظ السبسي وحزب آفاق تونس وأطراف أخرى في حين برزت معالم القوة والثراء في الحملة الانتخابية لرئيس الوزراء يوسف الشاهد إلا أن ذلك ربما بعث برسائل سلبية بسبب تنقله بمواكب سيارات رباعية الدفع في مناطق فقيرة يعاني فيها الناس الفقرى والتهميش غير أن مراقبين يرون أن هناك مرشحين آخرين ربما يحدثون المفاجأة ويغيرون المعادلة مثل المنصف المرزوقي وصافي سعيد والمهدي جمعة وعبير موسى إلا أن الكلمة الفصل تظل لدى الشعب التونسي والتي سيعبر عنها بإرادته في صناديق الاقتراع اشتركوا في القناة